المترجم للقناة مسأل خير وصلنا سنأخذ الآن فقرة مهمة كثيرا تأتي دورة من سنتين وهذه السنة متوقعة بشكل كثير قوي لأنها لم تأتي إلا مرة واحدة خلال أربع أعوام الفقرة هي متتاليتان برهان متتاليتان متجاورتان طبعا كتابنا موجودة بالصفحة سنشوفه مع بعض كتابنا موجودة صفحة مية 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 وتسعة وعشرين ومية وثلاثين تعريف خمسة صفحة مية وتسعة وعشرين تعريف خمسة صفحة مية وتسعة وعشرين رح نشوف مع بعض قال لكم نقول نقول إن المتتاليتين TN N أكبر أو يصاوي الصفر و SN N أكبر أو يصاوي الصفر متجاورتان إذا وفقط إذا هنا لدينا الشباب ثلاث خطوات إذا كانت إحداهما متزايدة أول شرط والأخرى متناقصة ثاني شرط و متتالية الفرق SN ناقص TN متقاربة من الصفر إذا لدينا لدينا ثلاث شروط نبرهن أنه متتاليتين متجاورتين هنا أعطينا مثال صغير سؤال الدورة كان كمان هيك سهل صغير لكن هذه السنة ممكن ما يكون السنة أو السنة الجاية ممكن ما يكون السؤال سهل هيك هناك أسئلة فيها شوية تشغل تعال نرى المثال الذي أعطينا أول شيء بالصفر التي نشرحها المتتاليتين TN و SN معرفة وفقة تساوي N على N زائد واحد و SN تساوي N زائد واحد على N متجاورتين طمام بالإمتحان بإلك أثبت أن المتتاليتين متجاورتين نبدأ بالمتتالية الأولى TN يمكن أن تأخذ معيار تفرض تابع تدرس الاضطراض وتعتمد على الدراسة الاضطراض و يمكنك بنفس الوقت تأخذ معيار الطرح نجرب معيار الطرح تجربوا بإمتحان نجربوا بإمتحان نجربوا بإمتحان ضمن درس سوف نتساوي نسيان المعام يعمل معيار الطرح يذهب إلى درس يفتح قوام التشغيل ضمن القناة المركز يذهب إلى قسم المتتاليات ضمن منه شارح الطرق الثلاثة سوف نأخذ هذه بمعيار الطرح نحسب TN زائد واحد ناقص TN من واحد المقامات سوف أعطيكم آخر جواب يطلع واحد على N زائد واحد ينزائد اثنين يجربوا فيها واحد المقامات يطلع معنا البصد موجب والمقام موجب في المقدار أكبر من الصفر والمتتالية متزايدة تمام نجد لعند SN ترى TN تفرض متزايدة سوف نأخذ معيار الطرح سوف يطلع ناقص واحد على N بN زائد واحد سوف تطلع سالبة 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 سوف تطلع SN متناقص إذا TN متزايدة SN متناقصة سوف نكمل سوف نطرح المتتاليتين من بعض سوف نطرح المتتاليتين من بعض سوف نقوم بSN نقص TN نطرح المتتاليتين سوف نطرح المتتاليتين من بعض من واحد المقامات سوف يطلع لنا 2N زائد 1 وعلى 4 وعندما تجربوها لدور سهلي حتى معك سوف نطرح المامت ه Laura seats سوف نطرح نهاية المتتاليتين من بعض إذا قال لك استنتج نهاية المشتركة لهما ما هي نهاية TN؟ واحد نهاية SN واحد تقول أن نهاية المشتركة لهما واحد لأنه بمرأة 19 عامل قول هون إذا كان لدينا متتاليتين متجاورتين تكون المتتاليتين متقاقبتين يعني والواحد فيهم يسعى لذلك يعني الاثنين تتقاربوا من عدد ويكون للمتتاليتين النهاية نفسها طبعا تكون نهاية عددية الإثبات بالامتحانات ما يأتي هون هكذا أنتم تقرأوا يتسقف هنا لبعض محلينا هاي مفروض نذهب إلى تمارين الوحدة نعرف الحل بتمارين الوحدة هناك تدرب هناك تدرب هناك مثال آخر عن دراسة متتاليتين متجاورتين إن شاء الله سأشرح لكم حلقة قادمة مثال محلول في السؤال الرقم 3 نرى أشكال جديدة نرى السؤال الثالث في كل من الحالات الآتية تبين إن كانت المتتاليتين XN و YN متجاورتين أم لا في هذه المناطق في هذه النقط كثير يضيع الطلاب لا يتعامل مع التمارين الذي فيها نقط صاحص هذا التمارين لم يأتي لحد لأن هذا التمارين الذي فيها نقط هناك خطأ مطبعي هناك خطأ مطبعي هناك نسخلت الكتاب الموجودة على اللابتوب قديمة تأكدوا من كتابكم هناك مكتوب XN هناك مكتوب YN تساوي UN هناك خطأ مطبعي لأنه YN مرتبطة بالXN لا يوجد رقم 2 لا يوجد رقم 3 هناك XN هناك مكتوب YN لأنه XN هذا يعملون XN هذا يعملون XN هذا هذا السؤال أول واحد أنا جبت لطلابنا باختبار السؤال الأول هذا جبت لطلابنا بأحد الاختبارات كثير خروط فيه مع أنه كده شرحينه بالحصة بالوظيفة فرح أخذكم مشوار الآن على القاعة رح نروح مع بعض على القاعة بجلسة تصحيح الاختبار شرحت هذا السؤال بالتفصيل فعلى نمط السؤال الذي نحل له الآن بالقاعة بتحل رقم 2 ورقم 3 و أي سؤال بتشوفه من هذه الأشكال حط حزام الأمان ننطلق مع بعض على مركز أونلاين التعليمي على القاعة الامتحانية ونشوف مع بعض التمرين شرح التمرين مرحبا 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 أثبت أن المتتاليتان متجاورتان أول شي لازم تكونوا بتعرف الطريقة العامة لبرهان كلمة متجاورتان لبرهان متتاليتان متجاورتان لما بيلاك برهني متتاليتان متجاورتان أول شي بتعملوا بتبرهن أن إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة الأخرى بتضمي متناقصة ثالث خطوة في طريقتين الليلة نعملون هيك أحلى ها إما النهاية المشتركة تصاوي نفس العدد يعني بتقول للمت يو ان تساوي للمت في ان تساوي كذا أو لهاية الفرق يعني للمت الفرق بيطلع الصفر لما الان طبعا دائما تسعى لزائد هيك بشكل عام هيك أنا ببرهن متجاورتان والسؤال دورة 2017 ومتوقع لهذا العام 2021 وبهالطريقة ما إجا ولا مرة لحد الأمر طيب عنا متتالكين يو ان حد العام يو ان و في ان اي واحدة تشتغل قبل انتبه يلي فيها نقط تشتغلها قبل لا لانو ال في ان مرتبطة باليو ان انتبه الفي ان مرتبطة بمي؟ باليو ان هنشتغل باليو ان مسبقا كل معي على اللوح يركز كيف بدي مرحلة لما بتشوف زائد و نقط فورا معيار الطرح في شبالي هاي ملاحظة دقيقة لإله زائد و النقط مباشرة معيار الطرح فبتقل لان يو ان زائد واحد هور نبين عليك التصوير هور يو ان زائد واحد ناقس يو ان بنفتح قوسين كبار وننقس يو ان زائد واحد هي نفسها بس بدل كل ان ان زائد واحد فاول واحدة بتصير ان زائد واحد زائد واحد ان زائد اثنين بصير واحد على ان زائد اثنين ناقس واحد على ان زائد ثلاثة شو؟ زائد آسف زائد نقط 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 اخر واحدة اثنين اها هون في مشكلة اذا ما فتحت قوس وكتبت خطأ لان انت بدك تستفدل الان لان زائد واحد بس هي مضروبة بالاثنين فبتفتح قوس ونتكتب بدالة ان زائد واحد يوجد على الاقل بالاختبار اربعين طالب كاتبة بدون قوس من اصل كل الطلاب اللي عملوا الاختبار فخطأ شنيع ناقس يو ان يو ان بالتجامة المهية اللي عاملة اثنين ان زائد اثنين صح طبعا اليو ان واحد على ان زائد واحد ناقص واحد على ان زائد اثنين اون زائد زائد الاخري واحد على اثنين هاي اول خطوة الان هاي دي اذا بنفكها شو بتصير اثنين ان زائد اثنين تعال نفكها واحد على ان زائد اثنين زائد واحد على ان زائد اثنين زائد 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 واحد على اتنين ان زاد اتنين. هاي في الكيناها. هدوك كله مدي يصيروا ناقص لدي القوص مضروب بشو? بناقص. ناقص واحد على ان زاد واحد. ناقص واحد على ان زاد اتنين. ناقص لقط لقط لقط. هون في زاد نسيانينة. ناقص واحد على اتنين. هاي في الكيناها نقص. اتباه هون عالخبرة. شو بتعمل? بيعرف يسكت. مش عامل التصوير مش عارف معني عارف. بتفكر قبل الان زاد اتنين بهدون النقط. تنزل نزول حتى توصل لعند هاي. شو يعني? قبل لتب يعرف يسكت. تحكي بالبو. قبل اتنين ان زاد اتنين. عنا اتنين ان زاد واحد. وقبل اتنين ان زاد واحد عنا اتنين ام. يعني قبل هذا الحد عندك واحد على بهالنقطة. بصير عنا واحد على ان زاد اتنين زاد واحد على ان زاد اتلاتة زاد نقط نقط. هون بهال منطقة. قبل هاد عندك. بدي كتبها هون. بعدين بدي نقص. قبل هاد نقص واحد اتنين ان زاد واحد. بص نقص واحد. شو بتلع معاك اتنين اتنين. وصلت له هنيك ولا لأ. وصلنا لعنده ديك فمنتركها. هادو اكملنا على افيا منتجرن نفسهم. واحد على ان زاد واحد ناقص واحد على ان زاد اتنين ناقص واحد عتنين. هاي الطريقة. الطريقة التانية. طالما اخر مقام هو اتنين ان? كانو عم بيقلك نقص من هذا حدين. اذا ثلاثة ان نقص ثلاثة حدود. اذا ان? نقص حد. اربع اين نقص اربع حدود. هاي اسهل. شوف. طالما هون اتنينين معنا بتروح قبل هالمقام بتحط مقامين. ليش لانا هنيك مش عم تنتهي باتنينين. كيف ما بدك? المهم توصل لمكان بدي روح معنا تبهني بدي روح معنا. هاد راح يروح مع هات. للي تصرع من بين النقط كان متخبه. هاد مع اول واحد. يعني واحد على اين زاد اتنين. مع واحد على اين زاد اتنين. وهاد مع ميم بدي روح هاد. انا نسيال النقط هون في نقط. نقص نقاط نقاط نقاط. نقص واحد على اتنينين. بهالن نقط هاد. بعد ال اين زاد اتنين. شو بيجينا? اين زاد اتلاتة بيروح مع هاد. والنقط كمان بيروحوا مع النقط. يعني كل شي موجود هوني. كل شي بين الواحد معك. عطين اللي يضلوا. بل هادة منشطة. واحد على اتنين ان زاد واحد. زاد واحد على اتنين ان زاد اتنين. ماقص واحد على اتنين. لونا مؤخرح لليك. واحد على ان زاد واحد. هون في مشاكل. طريقة الامتحانية. يلي رح تأتينا العلامة. قولا واحدا توحيد المقامات. ايش باري. غير هيك بيجوز تزبط معك. بس بده تعزبك. اللي بدي يقارن بين المقامات بدي يكون معلم. بدي يعرف يفسر ليش هالمقام اكبر من هالمقام. او ليش هالمقام اصغر من هالمقام. وانت تفقد تفتقد للمعلمية. والموضوع مانو سهل. احيان تطلع مقامات معقدة. لزالك قولا واحدا يبحثون في الامتحان عن توحيد المقامات. وتوحيد المقامات موضوع سهل جدا. شو كيف نوحد المقامات. هاد. شو اصله? اتنين بان زاد واحد. صح? هاد. مو نفسه واحد على اتنين بان زاد واحد. لك من هناك اجاب. معناها هاي كيف نضربها بهاي? هاي شو النضربة تصير مثل هاي? شوف هاد مقامه اتنين ان زاد واحد. هاداك مقامه او ان زاد واحد. بضربها باتنين. هاي بضربها بواحد بصيره نفس الشي. اول شي وحد هادوك مع بعض. تركه للي على جنب. تعال واحده. واحد على اتنين ان زاد واحد. هادو. المقام المشترك اتنين بان زاد واحد. هيك. او اتنين ان زاد اتنين. متل ما بدي. اخلي هيك رحب. بعدين نعمل هيك. الصير هديك بتصير هاي. البصة هو الاهم. يلا. واحد بواحد. واحد. ناقص. اتنين بواحد. اتنين. واحد ناقص اتنين. ناقص. هيوحدنا المقامات. اللي فكه لهي اي الاثنين انت زائد اثنين بلا فكه يلا واحد المقامات بعدين نحكي واحد المقامات هات مختلف عن هدون فبضربوا بها داك وهات بضربوا بها هايك بدون يعمل امتحانها المقام المشترك شو صار ثلاثة توم ببعض تنين بان زائد واحد باتنين ان زائد واحد البسط نطلع لفوق هدون مضروبين بهاي اتنين ان بواحد اتنين بواحد اتنين بواحد زائد اتنين ناقص فكه لها ديك ناقص تنضرب بهاي ناقص اتنين ام ناقص واحد الجواب الاخير رح نكتبه هون اتنين ايه اللي عم تروح مع اتنين ايه? واحد على اتنين ان زائد واحد باتنين ان زائد واحد. طبعا الان هي موجبة. لان الان معرفة على الاعداد الطبيعية. والبسط موجب بالطجة اكبر من الصفر والمتتالية شو طلعت? المدة زايدة تماما. والعجب العجيب انو قسم جيد من الطلاب طالع موان متناقصة. والله اعلام كيف? هاي اشتغلنا بمين الى? بيو ان. دور مين بعد منو? دور في ان وراكن بعد ما تكتبو عمليه يقاف موقت بانسة. طلصنا من? يو ان. ايجا دور? بي ان. عاللوح يالوح. بي ان كمان معي بطرح. لانه عكس الجمع هون في جمع. عكس الجمع شو بيكون? طرح. بي ان زائد واحد ناقص بي. يالا. لها تتلبك. تقول مشابك. بس عرف عوار. مدال الان? بتحوط ان زائد واحد. بتصير يو ان زائد واحد. زائد واحد على ان زائد واحد. ناقص هاد. مفتحقص. او منفكة مباشرة. هاي بتصير سالبة? هاي بتصير سالبة. يو ان ناقص واحد. في عالم المصطلة هون وتربجوا. هون تذكر. هو ليش يا قلبي رابط لك ال VN بال UN مشان تستفاد من اللي قبل. فلاحظ. انت عندك هذا المقدار. وهالمقدار. نحنا حسبناها المسبقا. بالطلب اللي قبل. UN زائد واحد. لاحص UN موجودة هون. انتبه. شفتها؟ معناها حاسبة من شوي. لك. فبتشيل هدو كل اتنين بتتسجيلها هاي فورا. واللي هي. شو طلب معنا؟ واحد على اتنين. N زائد واحد. اتنين N زائدو. ناقص شو ضل. واحد على N زائد واحد. ناقص واحد. وعلى N. صح معي؟ ناقص. هون في زائد كانو؟ زائد. زائد. ناقص. 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 اتنين. اتنين. اتنين زائد واحد. اتنين. اتنين زائد واحد. إن زائد واحد المقام الثاني نضروه باثنين باثنين إن زائد واحد بصير متل هدا بصير معنا الآن وراء اللي ما عم يشوف يوقف شوي يشوف يقضل مرة ثانية وحد المقامات المقام المشترك باثنين بإن زائد واحد باثنين إن زائد واحد هدا المقام الكلي طلعنا فوق الواحد ما لنا علاقة فيها زائد هدون مضروبين بمين؟ بالواحد فك القص اربعة إن؟ اثنين بواحد اثنين يعني ثلاثة زائد؟ اربعة إن بدي اكتبها مباشرة هاي وحدنا المقامات ناقص واحد على مين؟ على إن؟ على إن؟ يقاف موقعت بشان يخلص هدي؟ بكل هدي؟ وهدي بشون نضربه؟ بإن؟ بإطلع معنا الجواب؟ هيا ثلاثة بإن؟ ثلاثة 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 بإن؟ ثلاثة أربعة بإن؟ بإن؟ زائد أربعة إن مربع هالجية بتروح لهديك هجية بتفكر لهدون بيطلع كمان مقدار درجة تانية بتروح الحدود مع بعض رح يطلع معنا ناقص ثلاثة ناقص أربعة إن؟ أعتقد لاني مبارح الليتر لرفقاتكم شو فينا الجواب الأخير عطيني؟ شو رقم السؤال؟ عم يطلع معنا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة بعد توحيد المقامات بعد ما نفقكن يعني طبعاً انت كانت فينا كوندها مجلة هاي تعملها ثلاثة 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 مباشرة كمان إذا بدك على المقام نفسه بإن بإن زائد واحد بإتنين إن زائد المقام طبعاً ما عندي مشكلة فيه موجب لأنو الإن دايماً موجبة منعين على البسط البسط طبعاً سالب بس بعدك توضح له هالشي إذا كتطلع ناقص عمل مشترك بتصير ثلاثة زائد ثمينين هلا موجب بسالب بسالب بالسلم بيكون نازل الحل لهم على الأرواح هاي شو بتقول لهم أصغر من الصفر والمتتالية متناقصة شو؟ تمام طلعت واحدة متزايدة واحدة متناقصة شو ضر؟ ضرعنا نهاية الفرق هول ما فينا نقول نهاية مشتركة ليش؟ شايفين هالنقط؟ نقط غير منتهي ما فينا اسكر عن نهاياتهم كلهم فلما بيكون في نقاط ما فيلك تاخد نهاية مشتركة تاخد الفرق يال بحسب لمت ناقص ثلاثين 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 تأكدوا منا انتوا في الكوة بعض الفؤاد كما يقولوا ناقص واحد تأكدوا يبين معنا ما مشكلة تأكدوا منا إن كانت زائد واحد إلا زائد اثنين البسط سالب والمقام شو موجب على بعد التسجيل تأكدوا في الكوة وشوفوا المهم أعطين نهاية الفرق على السريع ناقص ثلاثين ناقص ثلاثين هون الطلاب كمان كربجوا طب عوضوا أول شيء بعدين كربج ناقص ثلاثين أول شيء واحد يحاول يا يا ماما بعدين يكربج مو والله يكربج قبل ما يحاول يو ان يو ان يو ان زائد واحد على ان ناقص يو ان استنتبه حولت راحة اليو ان مع اليو ان ثلاث خطوة واحدة متزاعدة واحدة متزاعدة واحدة متزاعدة وهو الفرق صفر فالمدة تاليتان شو صار اسمه مدة جاورتان شكرا 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 شكرا